بين غزة وجنوب لبنان عم تنكتب بالدم ملاحم بطولة بيكتبوها المقاتلين بالسلاح والاعلاميين بالصورة والصوت والكلمة بيسان، بلاستيا، صالح، اسماعيل، عبود، معتاصم مرتضى، هند، لطيفة وغيرهم أسامي ووجوه حولتهم الحرب لشهود على مجازر الجيش الإسرائيلي بغزة وهي أكبر سجن بشري على وجه الأرض بيقاموا بالكاميرات حتى ما يخلوا إسرائيل تعتم على الحقيقة وصفحات التواصل الاجتماعي صارت وصيلتهم للنقل الحي أبطال مثل المعتز بيحملوا روحهم على كفهم ليكشفوا المأساة والظلم بغزة واقل دحدو خسر كل آلته كمل شغله عادي وقدم أمسولة بالصبر بجنوب لبنان عصام عبدالله استشهده وعم يحمي رفاقه وقدم أمسولة بالتطحي إلى الغير فرح وربيئ وإحسان استشهده نعطى أمسولة الشهادة بشجاعة وآخر شهادة دي إدوي هي لعباس محمد رعد وبتفرجينا كيف المسؤول بيضح بولاده من أجل قضية وطنه بيستشهده لأن احنا نبقى وعاب على كل واحد بيتهكم على الاستشهاد يلي هو بالمفهوم المسيحي مقدس وهو الحب الأعظم المسيح افتدى البشر بنفسه ما بتنتهي قصص الأبطال طالما بقيت قضية فلسطين قضية حق مهدور وقدر لبنان بالجغرافيا والتاريخ يكون أكتر دولة دعمت وتحملت ورغم الخطايا لبعض الايادات الفلسطينية بحق لبنان نبقى دعمين للقضية ومؤمنين أنه ما في استقرار بالمشرق قبل ما يسقط نظام العنصرية الصيونية بإسرائيل وما في سلام إلا ما يكون عادل وشامل حسب القرارات الدولية وجوهره أيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية